ازيكا يا شابو كل سلام انتو طيبين انا طالب منكو طلب صغير والتحاهودي وطبعا تقدروا تعبي حتى فطبعا انا بتعف فتقدروا فما مش لانا هتلوم منكو ده مش هيخف منكو وقت نهائي يعني ده تقدر للتعب لو انتو عملتوه فاعرف اللي انتو قدرتوني طبعا يا شباب انا كل اللي عايزكو انكو تشتركو في كنوات فري فاني كنوات فري فاني طبعا طبعا صاحب كنواتها اسمه فارس راجل جدع جدا وطبعا بيصنع اضافات وبينزلها على قناته وطبعا لو انت عايز اضافة معينة ممكن يعملها لك طبعا ينزلها لك على القناة وجميل جدا ومضمون وطبعا يا شباب انا هو قريب جدا او يوم الثبت الجاي بازن الله هنبدأ في طبعا دورة صناعة الباتشات والدورة دي يا شباب هننزلها على طبعا التجروب بتاعه وبتاعه طبعا التجروب بتاعه هتلاقي الرابط بتاعة وتحت والجروب بتاعه هتلاقي الرابط بتاعه تحت. اه طبعا ممكن ينزلها على القناة بتاعته كمان فاريت تشاركه في القناة عشان تتعلم كمان هي كاليفية صناعة الميني افضيت ويه طبعا الباتشات وكمان تشاركه في القناة عشان هو راجل جدع وبيتعف في محتوى وبينزل حاجاته ويصنع حاجات وكده يشب يكون يعني قلت لكم اللي انا عايزه فطبعا ياريت تقديرا للتعب تشاركه في القناة بتاعته وتفعل زجرز طبعا هتعملوا كده يعني هتشاركه في قناته وهتفعل زجرز الكل عشان كل ما ينزل فيديو تقدر اه تشوفه طبعا لو انت عايز يدعف اطلب منه هو ينفي ذلك الراجل محترم جدا وطبعا ياريت تشاركه في قناته ويلا ندخل على الفيديو بتاعنا ازايكم تاني يا شباب ويا رب تكونوا بخير ان شاء الله وكل سنة وانتوا طيبين طبعا يا شباب النهار دي يا شباب شرحينا عبارة عن اه ميني افضيت او التحديث الاول للميني افضيت الاسدار السادس اللي هو طبعا التحديث الاول طبعا يا شباب اه فيه كلكم واجهة ومشكلة فيه طبعا الميني افضيت الاسدار السادس فالتحديث الاول ده بيحلك المشاكل لها تماما فشباب ياريت 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 ابنوا ده شرحنا وهلا نقول اي كلمة بتستشعر اعمل لايك وتشارك في القناة وانفعل زربياز عشان هصلك كل فيديو جديد طبعا لو انت لسه محملتش الميني افضيت الاسدار السادس ما بتحمدهش عشان التحديث الاول عادي انك تركبه من غير ما بتركب الميني افضيت السادس عادي تركب التحديث الاول للميني افضيت سادس عشان الاسدار السادس مضمج مع التحديث الاول عشان يتحلي مشاكل كدو يا شباب what? وطبعا يعني عادي تحمل التحديث على طول لو انت محملتش الاسدار السادس ماشي؟ اه شباب يا ريت ياريت ده متوافق مع بتش بيس بروفيشنل. اه طبعا اه مع stick. مع التحديث الاول يعني لازم يكون عندك التحديث الاول عشان تشتعل معي. ماشي. اه طبعا في من فترة كده نزل اللو هو مين افديث ده مش التحديث اول. فكلكم سالتوني هل مين افديث ده بيشتغل على اللو هو التحديث التاني. فطبعا لو انت عندك اللي هو مينة الوصيدed . فامسحه عشان ده مش يشتغل عليه فطبعا. ده بيشتغل على اللي هو بالتحديث الاول فقط. ماشي. يلا نتقل على طبعا مميزات الاضافة. طبعا اول حاجة هتلاقي القوام بتغيره يا شباب بالشكل انتو شايفينه ده كده. ولو رواحنا على بلاي ماتش بالشكل انتو شايفينه ده كده. هنلاقي القوام بتغيره خالصنا. زي ما انتو شايفينه القوام بتغيره بالوغة اللي انتو شايفينها دي كده بقى شكلها احلى وكمان يا شباب اتلاقي الجرافك يعني جميل جدا وواقع جدا احسك ان العبه حقاقية جدا ماشي والجرافك جميل للضاف طبعا مشابه لباس 20 بالزبط وطبعا جرافك دورة ابطال ربا اتغير وبقى شكله احسن بكتير زي ما انت شايفينه قدامكم وشكله روعة جدا طبعا في مميزاتها ممكن يعني تكون موجودة برضو من اللي الايضاري السادس فبقولها تاني عشان مسلا لو في عد جديد ومحملش الالزاري السادس يكون عارف ان هو في المميزات دي زي ما انت شايفين دورة ابطال اوروبا بالشكل انت شايفينه الجميل ده كده وشكله روعة جدا وحيحبك انك ترعب دورة ابطال اوروبا يعني جميل جدا ماشي وطبعا شباب اضافة مدربين كتير زي عرتيتا وسلشايرو طبعا زيدان وطبعا مدرب الاهلي مدربين العربين يعني مدرب الاهلي ومدرب التراجي ومدرب الزمالك. والمدربين دول كلهم. طبعا ندخل الجديد كده ونشوف. اه اه طبعا انا اخد خلط مدرب الزمالك. هنشوفه دلوقتي بالشكل احنا هنشوفه ده كده. طبعا هندوس كل حاجة يعني اوكي 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 كده بالشكل احنا شايفين ده كده. لو جينا وبصينا على مدرب هنلاقي مدرب الاهلي بالضف زوانت شايفين قدامكم. اكتب اي اسم وندخل من جوة. زي ما انت شايفين قدامكم يا شباب يعني حاجة فوق الخيال. حاجة روعة جدا وهتعجبك جدا جدا جدا. زي ما انت شايفين مدرب الزمالك. وحاجة فوق الخيال. يعني اه طبعا يعني مين عبدت روعة الصراحة يعني. وياريت ياريت يعني كل واحد يضغط لايك للفيديو ده. ويقدر تعب اللي انا تعبته جدا جدا جدا. ام عبال يعني عملت لكم حلت لكم مشاكل وطبعا اعملت لكم الحاجة الروعة دي. ماشي? اه طبعا شباب وايه طبعا تعال الانتقالات هنشوف الانتقالات العربية وايه طبعا الاجنبية. طبعا الانتقالات يعني الاجنبية زي ما هي طبعا هنقول هنقول يعني كامل الانتقال اجنبي تاني كده عشان نكون عارفين الانتقالات كلها تمام. وبعد كده نقول الانتقالات المصرية. يعني هنلاقي زياش شباب في نادي. اه طبعا تشيلسي بالوجه اللي احنا شايفنا دي كده. وطبعا شبا هنلاقي احمد فتحي في نادي طبعا زمان اتش شايفينه قدامكم طبعا الواجه بتاعه زمان اتش شايفينه قدامكم كده لو راحنا على الاهلي الاقي اوجه كامل لنادي طبعا الاهلي ويزمان بالواجه اللي احنا شايفينها دي كده وصلح الجمعة بالشكل التي شايفينه وعلي معلول وكل اللعيبة اتلاقييني اوجه جميل جدا 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 زي ما انتم شايفينه قدامكم وقاربة هو بالشكل احنا شايفينه ده كده ماشي. اه طبعا لو رحنا للزمالك هنلاقي الانتقال الجديد برضو عشان ما نكونش ناسين اللي هو كاسونجو الى نادي طبعا الزمالك وطبعا اه احمد فتحي الناشي الجديد وطبعا ما تخافوش قريب جدا قريب هعمل وجه لي بس 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 طبعا مش فاضي الايام دي عشان في سنوية عامة وكده فطبعا ادعو لي فزي ما نشايفينه الدكتورات كده تمام التمام وطبعا يعني خلينا نتأكد برضو من اه طبعا اساطير الدوريات زي لو جينا وبصنا وبصنا على اساطير الدوريات اللي هي اساطير العالم اللي انتم عايزينها اللي هي اساطير يعني الدوريات اساطير العالم واساطير الدوري الاسباني واساطير الدوري الانجليزي. واساطير الدوري المصري. واساطير الدوري الايطالي. الاساطير دي اللعبة الحالية يعني يا شباب عشان مش لعبيت زمان اللعبة الحالية. طبعا لو جينا وبصينا على اساطير العالم. نشوف انا ضايف مين? زي مسلا لو جينا وبصينا على ارنولد. وطبعا ماشي وروبنسون بالشكل انتم شايفين له كده. وسيرجو راموس بالوجه دي كده شباب. وفان دايك بالوجه دي. وطبعا بول بوكبا. وطبعا انجولو كانتي. وطبعا دي براين. وطبعا نيمار بالشكل احنا شايفينه ده كده. وكريستيان ورونالدو. وطبعا ليونيل ميسي بالشكل احنا شايفينه ده كده. حاجة جميلة جدا جدا جدا. وندخل على الميزة اللي بعديها وانا. وطبعا يا شباب يعني انا ضيفت تيفو للا لا 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 اسمه ده. اللهم صلى على نبقى الجمهور. دفت اه تيفو ليهم يعني الاشكال الفرق على كل جمهور حتى الفرق يعني الاهل والزملك دفتو دفت لهم. وهنشوف كل ده دلوقتي حالا والريال مدريد واللعبة دي. بس نتأكد الاول من الارضيات هتلاقي الارضيات بيتحولها الابيس الفين واشينو هتلاقوا موت تلج يعني موت تلج برضو هتلاقوهم يضاف في طبعا يا اللهم صلى على نبقى في يعني ممكن اوقات كده في الشيطة هتلاقي موت اه موت تلجي ظهر بالشكل اللي احنا شايفينه هنشوفه ده. اه طبعا يا شباب خلينا نتأكد بس كده من الارضيات هتلاقي الارضيات متحولة الى الفين وعشرين بلوجه اللي احنا شايفينه دي كده. وتعالا نتأكد كمان من الجمهور. اه تعالا نشوف الجمهور كده يا شباب. زي وتشايفين يا شباب الجمهور بالوجه اللي انتم شايفينه دي كده. الجمهور جميلة جدا في ملعب براشلونة. حاجة فوق الخيال حاجة روعة جدا وهتعجبك جدا جدا جدا. وما تخافش في اضافات نازلة كمان للمينة او التحديث الاول هتحط هتحط يعني هتضيف حاجات تانية كتير جدا. تعالا مسلا كده تشوف مثلا يا شباب. اه طبعا ملعب اه يوفي. ملعب يوفي طبعا يا شباب الاندية اللي انا اللي افلاها عطيفه هتلاقي الصور يعني انا مش هوركم الاندية كلها طبعا بس الانتشوف موقع التحميل ادخل عليه. وهتلاقي الصور للجمهور كلها للفرقة كلها يعني. عشان لو عايز تعرف نظيفة الفرقة ايه كمان تكون عارف وتشوف السور وطبعا تختلف فرقة وهتلاقي طبعا التيفو بتاعها ماشي. اه تعالي كده مسلا نبص بصك يا شباب على التيفو بتاع اللي هو اه طبعا نادي اليوفي بالشكل احنا هنشوفه دلوقتي ده كده. اه فين 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 اهو. التيفو بتاع نادي اليوفي اهو. شكله روعة جدا جدا جدا. وشكله يعني جميل 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 بصراحة يعني. وجميل جدا. ماشي. اه طبعا يا شباب كذلك برضو لو بصينا على اللي هو النادي الريال مدريت. يعني هنستعرض معكم النادي الريال مدريت دلوقتي وبعده كان ليفربول وبعده كان الاهلي والزبالك. زيوات تشايفين قدامك يا شباب. لا تيفو بتاع ريال مدريت زيوات شايفين. وحاجات روعة جدا جدا جدا. حاجة جميلة. تعال نشوف اه ليفربول. زيوات شايفين اه ليفربول بالوجه اللي احنا شايفينها دي كده. حاجة روعة جدا جدا جدا. وكده يكون يعني شوفنا تيفو نادي ليفربول قدابنا. تعال ابقى نبص على تيفو ريال مدريت. وبعد كده يا شباب نشوف المميزات الباقي. طبعا يا شباب يعني عشان تجيب التيفو بتاع اه اللي هو الاهلي او الزمالك. فطبعا هتروح على ملعب كونامي. ملعب كونامي اللي هتلاقي فيه التيفو الخاص بالاهلي والزمالك. ماشي? فطبعا يا شباب هندروح على ضربة البدايكة ونقش مبغرة ونشوف من جوة. وعلى فكرة عشان نكون عارفين اللي انا ضايف تشجاعات بصوت الجماهير المصريين. يعني هتلاقي اه تشجاعات اه نادي الاهلي والزمالك موجودة العربية بالصوت العربي بكل حاجة. يعني حاجة روعة جدا لو بصينا نادي الزمالك اهو. وعلى الشمال اللي هنلاقي نادي الريان مدريد زي ما انتم شايفين قدامكم. حاجة روعة فوق الخيال. طبعا يعني هشوف كده بس اللي هو التيفو شغاله ولا لا? اللي هو الصوت الجماهير ولا لا? بداية احداث اللي قام. امروا يلعب كرة بينيهم. يلعب كرة طوليهم. طبعا يا شباب يعني احنا شوفنا التشجاعات بالوجهة دي كده طبعا يا شباب يعني يا رب يكون واضحة اكتر فمش هتوضح اكتر لما انت تلعب وتسمع بنفسك. تعالي بقى نشوف الميزة اللي بعدها يا شباب وهتلاقي المينفيز محدثة يا شباب العام الفين وعشرين يعني لو راحنا مسلا على الانتر دي مسلا اللي هو نادي طبعا برشلونة. يعني نلاقي المينفيز محدثة بالوجه اللي احنا شايفينها دي كده يا شباب يعني بتاعته وطبعا يا شباب يعني المينفيز محدثة لجميع الفرق سواء العربية او الاجنبية طبعا يعني محدثة كلنا شوفناها في المين عبدالي الزري السادس كده هيكون ورناكوا بعض المميزات مش المميزات كلها طبعا. طبعا كل المميزات هتلاقي مكتوبها في موقع التحميل فتقدرها براحتك وطبعا ضيفنا بك كور زي ما انت شايفين قدامكم لكل الدوريات والبطولات وكل حاجة هتلاقيني محدثها في اللعبة. كده يا شباب يكون ورناكوا آآ بعض المميزات تقدر المميزات كلها يعني تلاقيها او تقراها في موقع التحميل فيالله نراكوا طريقة تحميل التحديث الاول للميني عبدالي. واعد امران لكم مميزاتي لو نوركوا طريقة التحميل يا شباب وتركيب التحديث الاول. طبعا لو انا كتب الميني عبدالي يا شباب فكتب الميني عبدالي عشان لو كتبت طبعا في العنوان التحديث الاول مش هيبقى شكلها حلو كده فكتب ميني عبدالي لكن ده التحديث الاول للميني عبدالي وطبعا مش لازم تكون محمل عشان تركب عليه التحديث عادي تركب التحديث ماشي. آآ طبعا ده ليه عشان طبعا كان فيه مشاكل في الملاعب وكده فالملاعب ده عشان تتحلي المشاكل كنت لازم افك الميني عبدالي نفسه فلو فكت وحلت المشاكل دي فلازم ارفعه وطبعا حلت المشاكل وضفت عليه حاجات كمان فطبعا يارد تكون كلنا عارفيني الحتة دي ماشي. آآ طبعا ننزل تحت بالشكل انت شايف لده كده دي مميزات الميني عبدالي هتقدر تقرأها براحتك خالص عشان تعرف مميزات التحديث الاول. طبعا طبعا ننزل تحت بالشكل انت شايف لده كده خالص. هنلاقي طبعا رابط التحميل. طبعا حجم الميني عبدالي او التحديث الاول الميني عبدالي السادس. حجم واحد جيجا وامتين ميجا بايت. طبعا انا مقسمو لك على جزئين عشان آآ طبعا سرعة النت انت عارفينها. حجم الجزء الاول وهو سبعمائة ميجا بايت وحجم الجزء التاني خمسمائة ميجا بايت. ماشي? آآ طبعا يا شباب حجم الفيكس بقى اقل من واحد ميجا بايت. يعني الفيكس ما ما جاش واحد ميجا بايت اصلا. ماشي? طبعا يا شباب يعني الحاجات دي حجمها كبير لكن انت لو قدت فكت الضغط هتلاقي حجمها اكبر منها بعشر اضعاف ها يعني مثلا من قضيت حجمه بعد يعني حجمه دلوقتي واحد جيجا وامتين ميجا بايت لكن هو بعد فك الضغط ممكن تلاقي حجمه اربعة جيجا خمسة جيجا فطبعا آآ انا وفرت عليك تحميل كتير جدا فطبعا يا ريت نكون عارفين الحدة دي. ماشي? او ريتوا طريقة تحميل الجزء الاول ونفس الطريقة هتعملوها مع الجزء التاني. هندوس على الجزء الاول بالشكل اللي انت شايفين ده كده يا شباب. هيبدأ بالوجه اللي احنا شايفين دي كده. يجب لنا موقع تخطي الرابط بالوجه دي كده. بتاع الشباب هيبدأ بالوجه اللي انت شايفين دي كده يجب لنا الروبوت. هنضغط على الروبوت بالوجه اللي انت شايفين دي كده يا شباب. بالشكل ده كده. هيبتاع الشباب هنلاقي جاب لنا علامة صح بالوجه دي كده. هنضغط على ارسل بالوجه اللي انتم شايفينها دي كده بعد كده يبدأ هنا يجب لنا كلمة سكيب اد نضغط على ضغطة واحدة بالوجه دي كده وهننتظر لوقت لما يجب لنا طبعا موقع ميديا فيار اللي هو من خلاله ونحمد الميني اوب ديت او التحديث الاول يعني فطبعا ندوس على دونلود بالشكل انتم شايفينه ده كده او تحميل فيبدأ هنا يجب لنا طبعا وجه التحميل الميني اوب ديت بالوجه اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي كده طبعا جب لنا الوجه بالشكل ده كده هندوس على بدء التحميل بالشكل ده كده او دونلود فيبدأ يحمل معانا الجزء الاول للميني اوب ديت او التحديث الاول فطبعا هيبقى الجزء التاني تحمله وبعد كده الفكس هتحمله بنفس الطريقة اللي اتنين دول هتحمله بنفس الطريقة اللي عملتها مع الجزء الاول ماشي يا شباب كده هتكون ورناكوا طبعا طريقة تحميل التحديث الاول للميني اوب ديت يلا نروكو التاريخ التركيب وعلى لعبة دبيس 2017 طبعا قبل ما نروكو التاريخ التركيب يا شباب انا محتاج منك حاجة صغيرة جدا هتروح على ملفة اللي في الميني اوب ديت اللي انت حملته للزرية السادس وطبعا هتحزف لو انت محمل يعني الفكس لو انت محمل الفكس هتحزفه بلوجه دي كده يعني هتحزفه هتمسحه خالص ماشي مسحة الفكس مسحة الفكس وبعد كده هتمسح اللي هو اللي هو الملف اللي هو اه سفر ستة من اوب ديت تيم دجا في ستة هتمسحه ماشي مش محتاج انا هتمسحه نهائيا خلاص مسحنا الملفات دي مسحنا الملفات دي هنرجع بقى تاني كده لطريقة التركيب طبعا اه قدامنا دلوقتي اللي هو الجزءين اللي هو ما بتاع التحديث الاول للميني اوب ديت والفكس هنطبعا هنشتغل على التحديث الاول اول حاجة وبعد كده ده يبقى اخر حاجة اه طبعا اول حاجة هنقف على جزء الاول او التاني اللي هي اجابك انا هتقف على ده او ده اللي هي اجابك ماشي هتدوس عليك الكيمينة هتقول له اكسترا كتير او لو عندك برنامج باللغة العربية هتدوس على استخراج ماشي هندوس على استخراج بالشكل انتم شايفون ده كده يبدأ هنا يقول لنا اه طبعا تسيب كلمة الباسور دي يعني ماشي الباسور ده طبعا هسيب لك الباسور دي ده في اول تعليق تحت يعني في اول تعليق هتاخده كوبي كده هتاخده كوبي كده وتروح على اللي هو ملف فك الضغط بالشكل ده كده هتلاقي بالشكل ده كده وهتقول له اوكي قلنا له اوكي قلنا له اوكي هيبدأ هنا يفك معينا طبعا عن التحديث الاول الضغط بالوجه دي كده طبعا كده هيبدأ يفك الضغط معينا بالشكل اللي تشاهد في ده كده هننتظر لما غاية الخط اللي اخدر اللي تحديدها يوصل مية في المية ونرجع لوكوه تاني زي ما انتم تسعة وسعين في المية زي ما انتم شايفين قدامكم كده خلاص فك الضغط معينا هنلاقي الآن مش سخرج معنا فولدر بالوجه دي كده يا شباب هندخل جواه هنالي ملف الكونامي الملف الكونامي ده انوضو كوبي او قط بالوجه دي كده ونروح على بالشكل انتم شايفين ده كده هنقل له كليك مية معلم ماشي وبعدك ده هنتظر بس يجب لنا طبعا الوجه بعد كده هنقل له بالوجه اللي انتم شايفينها دي كده بعد كده يبدأ هنا يلقي معانا طبعا اللي هو الابشن فايل نحن معانا الابشن فايل وكله تمام التمام هنرجع ورا هنلاقي اسمه ميني ابديت ستة بوينت وان طبعا ندخل جوان لاي ملفات بالوجه دي كده هنعلم على كل ملفات دي كده هنخد باوقات وبعد كده يا شباب هنروح على لعبة سبعتاشر وهنقول لك ليك مين وهنقول له بيست بالوجه اللي انت شايفينها دي كده وهنقول له ريبلس طبعا يعني وهو بينك كده نسيت هقول لكم على حاجة الميني ابديت ده لازم يكون انت عندك بالتحديث الاول ماشي بالتحديث الاول خلاص كده يا شباب نعلم معنا ونرجع وراك كده وخالص لغاية لما نوصل لملف اللي هو دعباش هندوس عليك الكمين هنقول له كتير بالشكل انت شايف له كده هيبدأ يفك الضغط معنا هندخل جوى وهناخد ملف اللي هو الده كده كوبية اوقات وهنروح على لعبة سبعتاشر هنقول له الوجه اللي انت شايفينها دي كده هنقول له هيبدأ هنا يستبدل معنا الملف بالشكل انت شايفين ده كده يا شباب نقل معنا نقل معنا خلاص كده اه طبعا هنروح على تفعيل الخاصة بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده كده خلاص رحت على اللي هو طبعا ادات التفعيل طبعا انا يعني كنت مرتب الميني قبضيت قبل كده فهشيل الترتيب وهرتبه من الاول طبعا طبعا اشخلط الترتيب دلوقتي يا شباب طبعا يا شباب لازم يكون عندي آآ ترتيبت ماشي وطبعا من واحد لغاية تلتاشر اللي هو من واحد لغاية عشرة من واحد لغاية عشرة ل الترتيب بتاعه ومن حداشر لغاية تلتاشر التحديس الاول خلاص كده كده خyet حين اللي احنا نركب ايه وخلاص كده. ماشي. اه طبعا ندوس على بالواجهة اللي انتو شايفينها دي كده. يبدأ يرتب معانا المين اللي هو من عبدت اه تيم دجة في ستة من واحد لغاية خمسة. ماشي. خلاص راتب معانا راتب معانا دي نود اللي سي. ولو عندك اي اضافات تقدر تركبها عادي. بس لو ممكن تشيرها عشان ما تقمنش مشكلة. انا مركب اللي هو اللي هو سكور بورد وكمان اه اللوجو الاعادة عشان اه طبعا عايز يشير اللوجو الاعادة فالحاجات دي ملايش دعوة بالمين عبدت فممكن اللوفة تبوز بالمين عبدت وكده شيلها لو مش محتاجها يعني. فندوس على جنورة ويتقول له اوكي ماشي. هنروح على اللي هو قادة دي اللي احنا شايفنا قدامنا دي. ما فتحنا عادات السيليكتور طبعا لازم استعداركم مفتوح. طبعا لو روحنا على اللي هو اه مايك اه كوتش ماشي. قال له مدارفون يضافوا زي مسلا اه ارتيتة اللي يعرفوا ارتيتة يعني ماشي وكمان يا شباب اه ماردونا و اه طبعا كيكي سيتيان و طبعا انشلوتي و طبعا مورانيو وكلوب اه طبعا وكلوب و طبعا جورديولا و كمان زين الدين زيدان و طبعا مدرب التراجي و كمان يا شباب و طبعا اه سولشاير و طبعا اللي هو امري و اه طبعا سيميوني و طبعا المدربين اللي عليهم بالعلامة الاكس دول ما تخافش مش هيكون عندك. انا عشان كنت بس ايه باشي المدربين واحطوا كده. لكن انت عندك هيكون كل المدربين كاملين ماشي. و طبعا مدرب الاهلي و مدرب الزمالك بالشكل احنا شايفينه ده كده. انا ازا بنكن يعني اختار طبعا مدرب الزمالك و اقول له اوكي بالوجه اللي احنا شايفينها دي. واقف لادة السلكتور و طبعا انلاقي الصيدر مفتوح. هنخليه مفتوح. و هنشغل اللعبة من طبعا ايكونة بيس عشين. لو عندك بيس سوعة عشر مساحة عشان تكون بيس سوعة عشر عندك كأنها بيس عشرين بالزبط. واشي خلاص كده شايفين انت هشرحينه ما تستاش تعمل لايك وتشترك في القناة و ادفع على زر جراز عشان يوصل لك كل فيديو جديد. وهسيب لك رابط بتاعي القناة وتعطي ياريك تشترك فيه او تعمل متابعة فيه وتنضم لي يعني عشان هننزل عليه لو انت حصلك مشكلة تنزل بوست و كمان هننزل عليه اه دورة كايفية صنعي الباتشات و الميني اوبديت. و كده كده يكون انتو الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.